انخفاض وصف بالتاريخي لأسعار النفط الخام الأمريكي أبعد الأضواء عن فيروس كورونا لوهلة فسعر برميل النفط الخام الأمريكي وصل سالب 37 دولارا للبرميل وذلك لأول مرة منذ بدء بيع العقود الآجلة عام 1983 خبراء في السوق النفطي العالمي عللوا أسباب التراجع في سعر برميل النفط الأمريكي لعدة عوامل من أبرزها فائد حجم الضخ مقارنة بالطلب الذي وصلت له أسعار النفط في ظل تفشي فيروس كورونا وتوقف حركة النقل بالعالم بالإضافة إلى الانخفاض الشديد بحجم التبادل التجاري لعقود أيار أسباب دفعت بالمضاربين ببيع البترول بسعر ناقص تجنبا لخسارة أكبر المستفيد من هذا الظرف هي مصاف البترول التي تمتلك سعة تخزينية حيث تشتري بسعر سالب وتستفيد منه مستقبلا على شكل مشتقات نفطية فثمار هذا التراجع تقتطفه الدول التي تمتلك مصاف للبترول ومساحات تخزينية فهي بمثابة فرصة ذهبية لهم للشراء بأسعار منخفضة خاصة بأن هذا الانخفاض لن يتكرر بحسب الخبراء محليا يتساءل الكثيرون عن تأثير تراجع سعر النفط الأمريكي على السوق المحلي أولا الأردن لا يستورد الخام الأمريكي وتسعيرة المحروقات في الأردن تستند على أسعار المشتقات النفطية بالمقام الأول التي تستوردها الشركات التسويقية الثلاثة بالإضافة إلى أن مصفات البترول الأردنية الوحيدة التي تستورد الخام في الأردن تنحصر فقط في النفط الخام السعودي والعراقي المقيمان وفقا لتسعيرة خام برينت الذي لا يزال محافظا على أسعاره فوق العشرين دولارا للبرميل لكن الأسعار المنخفضة للخام الأمريكي تكبح جماح ارتفاع أسعار النفط العالمية وبالتالي التأثير سيكون غير مباشر على أسعار المحروقات محليا والتي من المتوقع أن تنخفض في تسعيرة الشهر المقبل بنسبة 6% بحسب الخبراء التوجهات الملكية المباشرة والتي حثت الحكومة للاستفادة من أسعار النفط العالمية المنخفضة وشراء النفط وتخزينه لإنشاء مخزون استراتيجي للأردن دفع الحكومة لتوفير تسهيلات لشركة مصفات البترول الأردنية والشركات التسويقية لشراء النفط وصلت إلى التخزين المجاني في المستوعبات الخاصة للشركة اللوجستية للمشتقات النفطية وتابعها إعلان نية الشراء من قبل وزارة الطاقة لحسابها موسيقى